بدت وكأنها مدينة أشباح مهدمة العماد ومطموسة المعالم بعد أن لبثت مغمورة تحت الماء نحو ربع قرد من الزمان بلدة أبكيون السياحية الواقعة جنوب غربي العاصمة الأرجنتينية والتي كانت منتجة عن يأمه زوار آنذاك للتمتع بديفئ بحيراتها البالحة قبل أن يبتلعها الطفان عام 1985 هذه البلدة تطل من جديد بعد أن غاض عنها الماء بفعل تغيرات المناخ وغدت أرضها تعانق خيوط الشمس كان العاشر من شهر نوفمبر من العام 1985 موعداً لانقلاب حياتنا في إبكيون كنا أنذاك نستعد لموسم الصيف كما كنا نفعل كل مرة أعددنا كل شيء لأنه في شهر ديسمبر الموسم يبلغ أشده وفي العاشر صباحاً اخترقت المياه السد والرياح الجنوبية كانت عاتية وبدأت المياه تغمر المدينة شيئاً فشيئاً العصر الذهبي للبلدة ولأ لكنها تستقبل عهداً جديداً من تاريخها فلا بيلتفت الناس لإعادة بنائها حتى الآن ومع ذلك فقد تحولت لويشهة سياحية تدب فيها الحياة غدا المكان مزاراً ومعرضاً طلقاً يحكي عن عنف الطبيعة وجمالها في آن معاً كل من يمر قريباً من هنا لا يمكن أن يستمر في طريقه من دون القدوم فالزوار يأتون لرؤية الأنقاض الأنقاض هنا لا تعني الدمار لهؤلاء السياح بل هي صورة من صور الصراع من أجل البقاء يستلحمون منها معاني الموت والحياة فلكل بقعة من بقاء الأرض كما يرون غروبها من بعد إشراق ولو بعد حين